السلام عليكم المسألة الثانية تؤثر على الحلقة في شكل مجاور قوتان F1 و F2 أحسب مقدار محصط القوة المؤثرة على الحلقة مستخدما تحليل المتجهات بدايتا نقوم بتحليل المتجه F1 بما أن المتجه F1 منطبق على محور الإسناد OX وبالاتجاه الموجب فإن المركبة الأفقية له تساوي كامل مقدار هذه القوة بينما المركبة الرئيسية له تساوي إلى الصفر الآن نقوم بتحليل المتجه F2 هنا أعطانا الزاوية 120 أي زاوية الإسناد فيمكن لنا أن نوجد مقدار المركبتين باستخدام الزاوية مباشرة ولكن أن نأخذ الزاوية المكملة لها ونجد أن الزاوية مع محور الإسناد X شرط X مع الاتجاه السالب هذه الزاوية وهي عبارة عن 60 درجة وبالتالي نقوم الآن بالتحليل باستخدام الزاوية 60 درجة والانتباه إلى اتجاه المتجه F2 والذي هو مع الاتجاه السالب لمحور الإسناد X شرط X نقوم الآن بالتحليل المركبة الأفقية للمتجه F2 هو عبارة عن سالب F2 كو ساين الزاوية سيتا لأن اتجاه F2 مع الاتجاه السالب للمحور X شرط X بينما F2Y تساوي F2 ساين الزاوية سيتا ندون المعطيات في الشكل فنضع المركبات الأفقية للمتجهين F1 و F2 في هذه الخانة ونضع المركبات الرأسية للمتجه F1 و F2 F1 X عبارة عن مقدار قيمة F1 كاملة أي عبارة عن 200 بينما المركبة الرأسية تساوي إلى الصفر المركبة الأفقية أو المركبة المنطبقة على المحور X شرط X لـ F2 هي عبارة عن سالب 300 كو ساين الزاوية ستين ونستطيع أن نضع 300 كو ساين المية وعشرين بدون وضع إشارة السالب لأنها تتظهر في الحل بينما المركبة الرأسية عبارة عن 300 صاين الزاوية ستين نقوم الآن بجمع جبري أو عدد المتجهة للمركبات الأفقية 200 نائس 300 كو ساين الستين ونضع الجواب هنا عبارة عن 50 نيوتن بينما مجموع المركبات الرأسية هي عبارة عن 259.8 الآن نوجد مقدار المحصلة فر تساوي فر X للتربيع زائد فر Y للتربيع وتساوي تحت الجزر 50 للتربيع زائد 259.8 للتربيع فقيمة FR تساوي 264.5 نيوتن الآن نوجد الاتجاه لإيجاد الاتجاه نضع المركبات الأفقية والمركبات الرئيسية للمتجه المحصل لإيجاد الزاوية الجميلة المحصلة عن المحوار الإسناد X يرطى X نستخدم العلاقة التالية تان سيتا يساوي F-R-Y مقصومة على F-R-X وبالتالي تان سيتا يساوي F-R-Y 250 59.8 مقصومة على 50 إذن نقوم بإيجاد شفت تان لهذا الرقام فتكون سيتا تساوي 79 فاصل واحد درجي وبما أنها في الربع الأول فهي مع محوار X الموجب